اهلا بكم مع اخبار الرياضة قرر اتحاد كرة القدم استئناف دور المحترفين في الثاني من الشهر المقبل بعد قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بتأجيل انطلاق التصفيات الأولمبية للمجموعة التي يشارك فيها منتخبنا الوطني بجانب الكويت وقرغستان وباكستان وتركمانستان وينتظر اتحاد كرة القدم تحديد الاتحاد الاسيوي لموعد ومكان اقامة التصفيات الجديدة بعد اعتذار كافة دول المجموعة عن استضافة التصفيات المقرر اقامتها بموعدها الجديد في منتصف ايار المقبل وسيعلن اتحاد الكرة عن جدول جديد لدور المحترفين بحيث يبدأ الخميس المقبل وينتهي بالسابع من ايار المقبل مما يعني ضغط مباريات الدور في شهر واحد حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يوم الخامس عشر من نيسان المقبل موعدا لإقامة مباراة الوحدات والوحدة السوري ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الاسيوي بحيث تقام على استاد الامير محمد بالزرقاء وستقام مباراة الجزيرة والحد البحريني ضمن منافسات ذات الجولة من البطولة في الرابع عشر من الشهر المقبل على استاد الحسن في اربد هذا ويلعب فريق الوحدات في المجموعة الأولى بينما يلعب فريق الجزيرة في المجموعة الثانية تعادل المنتخب الأولمبي مع فريق الوحدات بدون أهداف وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب البطراء بمدينة الحسين للشباب وتأتي المباراة في إطار تواصل إعداد المنتخب الأولمبي للتصفيات الأسيوية والأولمبية والتي لم يحدد موعدها الجديد فيما يستعد الوحدات لعودة مباريات الدوري اعتبارا من الخميس المقبل هذا وسيخوض الأولمبي مباراة ودية يوم السبت المقبل أمام فريق الجزيرة على استاد الملك عبد الله الثاني أصدرت الأردنية لرياضة السيارات التعليمات العامة لبطولة الأردن للراليات والتعليمات التكميلية للرالي المحلي الإسفلتي الجولة الأولى من البطولة والتي ستنطلق في الثالث من نيسان المقبل برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين وشهد مقر التسجيل إقبال 12 متسابقا على رأسهم بطل الأردن لسباقات الراليات أربع مرات معروف أبو سمرة وحسام سالم صاحب مركز الوصافة وصاحب المركز الثالث بشير عزر هذا ويغلق باب التسجيل للمتسابقين الراغبين بالمشاركة في الرالي الوطني الأول يوم الثلاثة المقبل انتهت المباراة الودية التي جمعت بطل العالم المنتخب الألماني مع بطل القارة الأسيوية أستراليا بالتعادل بهدفين لكل منهما ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات القارية المقبلة المنشاف تقدم في الدقيقة السابعة عشر عبر نجم دورتموند ماركو رويس إثر تمريرة من سامي خضيرة أستراليا حققت بعد هذا الهدف هدفين متتاليين عبر كل من تراوسي وميلي جدينياك قبل أن يحرز بودولسكي التعادل للمكينات الألمانية في الدقيقة الحادية والثمانين ترجمة نانسي قنقر ونبقى في أخبار المباريات الودية حيث يلتقي مساء اليوم المنتخب البرازيلي والمنتخب الفرنسي على استاد فرنسا الدولي في إعادة لنهاء كأس العالم 98 والذي جمعهما على ذات الملعب ويبحث مدرب السليساو دونغا عن مواصلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ عودته إلى منصبه على رأس الإدارة الفنية خلفا لفليبي سكولاري المقال من منصبه بعد كأس العالم الأخيرة وعلى الجهة المقابلة يسعى ديدي شامب مدرب الديوك الفرنسية إلى تحقيق نتيجة إيجابية للوقوف على جاهزية الفريق قبل استضافة كأس أمم أوروبا عام 2016 اشتركوا في القناة